كنا نجمع هذا كتبع فيه المنابيز العرس وهذا الشارع الأمرانية كنا نجمع هذا ب140 ليرة و70 كرشين السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في نهار جديد وجولة جديدة جولتنا اليوم ستكون في الجانب الأسيوي من مدينة إسطنبول وتحديدا في منطقة العمرانية هاد المنطقة الي كتشتهر بالمحالات التجارية الي كتوفر جميع السلع وبأسعار جد معقولة فبنسبة طريقة الوصول جينا من الجانب الأوروبي في المرمارة حتى الأسكودر ومن الأسكودر خدينا المترو لمنطقة العمرانية أول ما خرجنا من محطة المترو لقينا هاد المعريض معريض الي كبير مشاركة فيه بزرد المدن التركية كيعرضو فيه المنتجات الي مشهورة بيها هاد المدن فكيماشتو كينا السوجوك كينا هنا هاد الرغيف الي كيشي بحشواز مخسلفة كينا العسل الطحينة الأنواع دي المربة فكينا اشياء كثيرة في هاد المعريض قبل ما نبدو جولتنا لأول مرة كيشاهد القناة سما تنسو الشي نضغطو لازل الاشتراك وتفعلو زل الجرس باش يوصلكم من عدنا كل جديد وخليوا لايك وتعليق على هاد ويديو وشاركوه مع احبابكم وصحبكم باش يوصل اكبر عدد من الناس وجولتنا هنبدوها هنا داخل هاد المعريض نشوفوا بعض المنتجات اللي معروضة هنا ومن بعد هنبدو الجولة في محالة العمرانية نشوفوا الملابس اللي معروضة الأحدية الشونط اشياء كثيرة في منطقة العمرانية شوفوا معايا هاد العيران اللابن هادا دي الاتراك كي يجيب الكشكوشك يكون زوين بزاف كينا هنا العسل الطبيعي لانواع المربيات اصناف كثيرة المأكولات اللي معروفة بها بعض المدن التركية لانواع الاجبان فتركيا معروفة بالاجبان كينا هاد الحلويات هادو وكل حاجة كتلقوا عليها السعر دياله بالنسبة للجودة جودة اللي ممتازة صراحة جربنا كده حاجة هنا فهد المعريض جودة اللي ممتازة واسعر ديالهم كتكون اسعار لمعقولة فبالنسبة للمعارض كي ما كنعرفوه فالغالي بكتكون الاسعار ديالهم اقل من المحالات التجارية معريض اللي ما شاء الله فيه تقريبا جميع اصناف المأكولات سواء في الحلويات او المربيات العسل الزيوت وكذلك حتى في الاجبان والطاحين فانواع كثيرة كي ما كتشوفوه هنا كي تطحنوها مباشرة كتاخدو اشياء اللي طبيعية وكتشوفوها احداكم كي هنا كذلك حتى بعض الملابيس اللي معروضة هنا وهنا كي الانواع ديال الشوكولة سواء بالبندوق او باللوز او بمدقة اسمخ سلفة كي هنا هدي الطحينة تهي المدقة دياله رائع صراحة مدقة اللي رائعة وبنينا بزاف كي هنا هنا الانواع المربيات كل حاجة تلقوه مكسوبة عليها المكونات دياله والفوائد كي ما كتشوفوه هنا ارى كل شي احداكم طبيعي وحاجة لزوينا فهذا هو المعريض اعملنا جولة خفيفة داخل المعريض هنبدأ جولتنا في منطقة العمرانية هاد المنطقة اللي مشهورة بالمحالات التجارية سواء بالملابيس الافراح او ملابيس محجبات او غير محجبات الملابيس نسائية رجالية لاطفال محالات الدهب كينين هنا المطاعم فمنطقة اللي ما شاء الله فيها عدد كبير المحالات فهنشوفوه هاد المحال اللي كيبيع الدهب هنشوفوه غير من برا شوفوه معي المضيلات اللي عندهم بالنسبة للدهب في تركيا را عندهم العيار 14 و 21 و 24 هو اللي موجود بالنسبة للعيار 18 اللي عادنا في المغرب هتلقاواه قليل يعني قليل المحالات اللي كيبيعوا العيار 18 فبالنسبة ل 14 كيكون 8 ديالو تقريباً قريب للعيار 18 اللي عادنا في المغرب ال 21 و 24 كيكون السعر ديالو مغالي وهنا نبدأ مع اول محال اللي كيبيع الحقائب الشوناط عنده الحقائب ليدوية النسائية عنده مضيلات روعة جودة ديالو جد جد ممتازة مضيلة اللي كتارين الاسعار ماشي رخيصة فيما كان نذكر الجودة فكت كل اسعار بطبيعة الحال اسعار اللي نوعاً ما مرتفع فانعطيكم الاسعار بعض الحقائب اللي موجودة هنا على هذا الموضيل مثلاً كيعمل 930 ليرا اللي كتتوي 31 دولار 28 اورو نص 310 درهم مغربية بالنسبة لخيارات فهات القوخيارات اللي كتيرة حقائب جميع الالوان سواء اليدوية او ديال الظهار كينين حتى الحقائب الرجالية صيكة اللي كديرهم الرجال عملياً كي نفحل هادو هادو عملين 1100 ليرا اللي كتتساوي 37 دولار 33 اورو نص 370 درهم مغربية فاشوفوا معي الموضيلات بالنسبة للجودة جودة اللي ممتازة كما ذكرت لكم اه بزاف الناس مثلاً كان شوف فيديوهات يقول لك السوق الرخيص فالناس اللي كي بحثوا على الجودة ارى ما هتلقوش اسعار رخيصة بالنسبة الاسعار رخيصة موجودة بالفعل ولكن في الاشياء اللي كتكون جودة ديالة نزلة كي نفحل هادو الموضيل هادا كيعمل 1180 ليرا اللي كتساوي 30 دولار و نص 36 أورو 395 درهم مغربية بالنسبة ان هادو الشارع العمرانية ففي العديد من المركات التركية المشهورة في حال السويكيكي توقبا ارمين فها هتلقوش فيها عدد كبير للمتاجر كينا هاد المحل هادا عمل تخفيضات على الاطقم في حال هادو عاملين 250 ليرا اللي كتساوي 7 أورو فصيلة 68 8 دولار و نص 83 درهم مغربية مضيلة اللي زوينين كتلقوهم في حال هادا كلهم لون واحد سامبل وداخل المحل كل حاجة وتمانا فبالنسبة المسائل اللي كتكون فيها تخفيضات كتكون الاسعار ديالها رخيصة اما باقي السلع اللي داخل المحلات فهتلقوا الاسعار كتتفاوض بين الرخيص والمتوسط والغالي كين مثلا هاد الكفردينا كتعمل 750 ليرا اللي كتساوي 25 دولار 23 أورو 250 درهم مغربية وكين هنا هاد المحل اللي خاص بشلول فولر هاد الموضي لسهدو عاملين 300 ليرا اللي كتساوي 10 دولار 9 أورو فصيلة 15 مية درهم مغربية مضيلة ديالهم مزوينين المحل اللي كبير فيها أنواع كتيرة ديال الشلول فولر شوفوا معي حتى ترتيب المحال والديكور دياله كدير كنا هاد الموضي لسهدو عاملين 110 ليرا اللي كتساوي 3 دولار فصيلة 68 أورو فصيلة 35 درهم مغربية أنواع كتير ديال الشلول فولر وكين هاد الموضي لسهدو عاملين 200 ليرا اللي كتساوي ستا دولار فصيلة عدو ستين ستا أورو فصيل عشرة سبعة وستين درهم مغربية فشوفوا معايا اللوانات محل اللي ما شاء الله فيه جميع أنواع الفولار والشال كين هادو اللي بعله برا عملي اللوم مية وثلاثين ليرة فبالنسبة الخيارات هتلقوا خيارات اللي كثيرة ومتعددة والشارع فيه العديد من المتاجر والمركات التركية اللي كتوفر ملابيس بجودة اللي ممتازة وموضيلة رائعة من المركات التركية المميزة مركة توكوبا هال المركة اللي خاصة بالمحجبات أو اللباس اللي كيكون ساتر طويل كين هادو الموضيل هادو هادو كيعمل ألف ليرة اللي كتساوي ثلاثة وثلاثين دولار ونس ثلاثين أورو فصيلة خمسة ثلاثمية وخمسة وثلاثين درهم مغربية انصم لزوين في الكحال بالصايا ديالو وكين هادو الموضيل هادو كيعمل ألف ومية اللي ليرة اللي كتساوي ثلاثة وثمانين دولار فصيلة سبعة 76 أورو فصيلة 27 837 درهم مغربية وكين هذا المنطو هذا كيعمل تلتلاف ليرا اللي كتساوي 100 دولار 91 أورو نصف ألف درهم مغربية فكانت هذه جولتنا في محل توقبة واحد من أفضل المحالات أو المركات اللي موجودة في تركيا كين هذا الشيلان هادو اللي هتلقوهم موجودين بزاق في البزارات الشعبية وحتى في الأسواق هنا جودة ديالهم عادية كيعملون 100 دولار اللي كتساوي 3 أورو 3.44 درهم مغربية وكين هذا الموضي لسهدو اللي مكررشين كين اللي عمليين 140 وكين اللي 120 140 دولار اللي كتساوي 4.67 4 أورو فصيلة 25 47 درهم مغربية وكين هذا الأحدية اللي عمليين فيهم تخفض الأحدية اللي على بره هم اللي فيهم تخفضات بـ 170 ليرا اللي كتساوي 5.67 خمسة أورو فصلة ستاش سبعة وخمسين درهم مغربية بالنسبة ان هادو اللي عليهم تخفيضات فالجودة ديالو معادية جدا اما اذا بغيتو شي حاجة اللي زوينا رفاها تلقوا تمن ديالة كي بدات قريبا من عشرين أورو فما فوق كين هاد الماحل هادة عندو ملابس اللي زوينا بزاف فهنشوفو الاسعار دبعض الملابس كين هاد الموضيل هاد لقام يجا كيعمل الف ليرا اللي كتسوي تلس وثلاثين دولار ونص ثلاثين أورو ونص ثلاثمية وخمسة وثلاث درهم مغربية وكين ها تسيل هادة دلعبايات هادة كيعمل تلتالاف ليرا اللي كتسوي ميات دولار واحد وتسعين أورو ونص الف درهم مغربية فكي ما قلت لكم بالنسبة الملابس اللي كسول جودة ديالة زوينا را هتلقوا الاسعار شوية طلعة كيلا هاد لكتسوي هادو جاو زوينين بالكروتشي هيدا من الفوق فيهم ألوان اللي كتيرة هادو كيعملو ثمانمية وخمسة اللي كتسوي تمنية وعشرين دولار فصيلة ثلاثين وثلاثين خمسة وعشرين أور تمنية وثلاثين درهم مغربية وكين هاد لزون صوم هادو ديال الجينات هادو كيعملو آلف ومية وثلاثين ليرا اللي كتسوي سبعة وثلاثين دولار فصيلة خمسة وستين أورو فصيلة عشرين تلتمية وخمسة وسبعين درهم مغربية كيما كتشوفو في يوم ألوان كتيرة جميع المقاساس كيجوب حال هيدا بالبرلا مزوقين السيليا لومزوين المحالة رفاقية كتيرة ومنطقة العمرانية معروفة بالمحالة التجارية لي كتوفر سيلع بجودة اللي زوينا مضيلات كثيرة ومتنوعة ولي كتردي جميع الأدواق هاد الموضيل اللي خارج موضة بزاف هاد العام كيعمل ستمية وخمسة وسبعين ليرا اللي كتسوي تنين وعشرين دولار ونص عشرين أورو ونص متين وخمسة وعشرين درهم مغربية وكين هاد لونصوم له هاد الباج عامل آلف ومية واثنشر ليرا اللي كتسوي سبعة وثلاثين دولار تلتة وتلاتين أورو ونص تلتمية وسبعين درهم مغربية فكما تشوفوا كينا موضي لاز كثيرة حاوت نشارك معكم بعض الأسعار وهنكمل وجولة دينا في هذا الشارع اللي فيه مجموعة كبيرة من المركز كي ما شتوا كينا ديفاكتو إلسي ويكيكي كولينز أعداد كثيرة دي المركز وكين كذلك حتى المطاعم فموجودة هنا بكسرة كين ماضو ماضو من المطاعم التركية اللي معروفة عنده فروع كثيرة هنايا فهذا هو الشارع الرئيسي للعمرانية الأسعار عموما هنايا في المتوسط ماشي غالية وماشي رخيصة يعني كين الأسعار اللي رخيصة ولكن بالنسبة الملابس اللي الجودة ديالة زوينا فالأسعار كتلقوها في المعقول عموما المنطقة معروفة بملابس المحجبات شبيهة إلى حد كبير بشارع فوزي باشا اللي كاين في منطقة الفاتح في الجانب الأوروبي من إسطنبول فهتلقوا عدد كبير للمحالات اللي كيبيعوا ملابس المحجبات أو الملابس المحتشمة عموما كين في حال هادلونصم بالهذا كيجي تحتاني ديالو بلاكمام والفقاني في حال هيدا طويول عامل 1170 ليرا لكتتاوي 39 دولار ونص 30 أورو 395 درهم مغربية أما هادلونصم بالهذا الجيناز كيعملوا 1500 ليرا اللي كتتاوي 50 دولار 45 أورو ونص 500 درهم مغربية فكين موضيلات لكتارين الملابس كيما كتشوفو السيلة ديالا زوينة ومميزة كين في حال هادلونصم والحالي داب الصاياز كين كتاوي كين هادل موضيل اللي كتلقوا مثلا تحتاني جين وفقاني توب فكين موضيلات لكتيرة إذا بغيتوش حاجة اللي زوينة فهتلقوا لأسعار نوعا ما أسعار اللي مشير خيصة كين في حال هادل موضيل هادل اللي كحلتو بديالو في حال مسلم كين هادل موضيل الباج فيه جوجلوانات الباج والكحل كيعمل 1150 ليرا اللي كتاوي 38 دولار فصيلة 30 35 أورو 300 و 83 درهم مغربية وكين هادلونصم لهذا اللي بالصاياز وين بالزافيه ألوان اللي كتيرة كيعمل 1186 ليرا اللي كتاوي 39 دولار ونص 36 أورو 300 و 95 درهم مغربية فكانت هادية جولتنا في منطقة العمرانية في الجانب الآسيوي من إسطنبول منطقة اللي فيها عدد كبير للمتاجر اللي كتوفر سلاع متنوعة وبجودة اللي ممتازة كنت منها أن هادل جولتكو نالت الإعجاب لي لكم فإذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة لا تنسوا شي تضغطوا على زل شراك وتفعلوا زل جرس باش يوصلكم من عدنا كل جديد وخليوا لايك وتعليق وشاركوا الفيديو مع أحبابكم وصحابكم باش يوصل أكبر عدد من الناس وانطلقوا إن شاء الله في جوالات أخرى أستودعكم والله ترجمة نانسي قنقر